مسائل فل على كل المشاهدين أو المتابعين من مواليد برج السرطان ده وانتم من المشاهدين فقط فيشرفنا أن تتبقوا من الأعضاء المتفاعلين معنا في القناة طبعاً ده هيجي عن طريق الاشتراك وعنده تفعيل الجرس كده ضمانتم إن أسبوعياً هيجي لكم إشعارات من القناة بكل ما هو جديد من توقعات الفلك للسرطان السرطان تحديداً من يوم 19 حتى يوم 25 هنتكلم على أهم الطاقات والتحركات اللي هتبقى متواجدة النتجة عن تحركات الأمر وأيضاً تحركات المهمة للكواكب في خلال هذه الفترة فمبدئياً قبل ما نتكلم التحركات تعالوا كلها معي واحدة واحدة على الطاقة اللي أنتو النهاردة أساساً صحتوا بيها النهاردة ممكن غالباً الطاقة هتخليكوا تصحوا مخنوقين يعني تحس اللي أنت الدنيا مش ماشية صح حاسس بخيبة أمل رجلك تقيلة الطاقة دي غالباً النهاردة هتبقى قوية آه حتى حدثك أنت دايماً بتمشي وراء لذلك أنت حدثك حاسس أن المواضيع مثلاً هتبقى يوم صعب أو كده أو الدنيا هتبقى صعبة لكن للأسف المرة دي حدثك غلط يا سرطان أنا بقول لكم الطاقة هتبقى تقيلة الطاقة هتبقى صعبة من النهاردة فما تخليش الطاقة دي تأثر على التحركات الجاية اللي هي من القادمة فمبدئياً لو كلمنا عن أول تحرك فيه تحرك طبعاً من أقوى التحركات وهو تحرك كوكب بلوتو كوكب بلوتو هيستقر على برج أل دلو تحديداً من مساء تسعتاشر الصابح يوم عشرين شهره نوفمبر ألفين أربعة وعشرين طي التحرك ده داخل بالنسبة لكو تأثيره عمل إيه طبعاً تحرك بلوتو على برج أل دلو برج أل دلو ده بالنسبة لكو بيئة بيت تقيل بيت صعب ليس بالبيت الهين لكن هل ده هيأثر بالسلب هنا بقى اللي هنتكلم فيه تأثير بلوتو هنا معاكو يا سرطان إنه هو هيبدأ يعني يخليكو فيه حتة قلب مقبوط شوية وهتبقى مثلاً فيه تردد في اللي انت تاخدك قرارات حاسمة بالرغم من تصارع الأحداث من حولك إذا كانت بأمور خاصة مثلاً دين عليك أو ليك عايز تنجزه حسابات وقفة أو معلقة النفسيات من حولك التقدي هتعلى قوي معاكو اليومين القادمين لسبة تحرك بلوتو وزي ما احنا نوهنا بلكده تحرك بلوتو ده بيحدث مرة كل عشرات السنين والتحرك ده هيخش على برج الدلو من يوم عشرين أو مساء 19 صابح عشرين وده هيعود معاك برج الدلو لمدة عشرين سنة طيب هل معنى كانت الطاقة عندنا تبقى صعبة لمدة عشرين سنة؟ لا برج الدلو هنا بيقول لكم إذا كانت الطاقات الخاصة بأمور عائلية أو مثلاً أمور مالية خاصة بالعائلة أو خاصة بالشركات من حولك أو هذه الحاجات هتحاول تحد قرارات حاسمة لو سبت الدنيا عائمة هتزععلك لكن لو خدت قرارات جزرية بشجاعة هتنصفك ده بلوتو عشان يبقى فاهم طيب التقادي اللي أنا بقول لك عليه هتعرض معاكو عشرات السنين اللي انت فعلاً هتحارب وخش بكوة جامدة عشان أي حق إليك أو أي حق مثلاً مسلوب أو حاجات زي كده طيب من ناحية بقى التحركات التانية الخاصة بالأمر وعلاقتها بالكواكد يوم تسعتاشر وعشرين هيبقى إن شاء الله خروج الأمر من بيتك اللي اتناشر ودخوله على بيتك يوم تسعتاشر وعشرين هيبقى دخلة الأمر على بيتك في نفس دخول بلوتو على الدلو طيب دخول الأمر على بيتك ده هيبدأ يخليك مبدئياً كده بصص لنفسك هو الأساس انت هتلاقي نفسك بتحاول تصارع عشان خاطر بقائك عايز الأفضل ليك هتلاقي فيه أمور هتدأ يعني تشتعل اليومين دول خاصة بحاجات مثلاً ليك أو عليك لكن انت هتحارب وهتحافر جداً الطاقة هتبقى معاك اللي انت هتحافر جداً اللي انت تاخد بقلبي جامد اللي ليك اللي ليك ده اللي هتفكر فيه اللي انت كنت دايماً بتبص للي غيرك لكن الطاقة دي هتخليك اليومين دول بخاصة يوم تسعتاشر وعشرين هتقدر تبص تبقى أنا ليه ايه أو أنا حقي فين في الموضوع ده أو أنا نصيبي فين ده اللي انت هتقدر تبص له في اليومين دول طيب التحرك التاني هيبقى يوم واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين وركوز الأمر على برج الأسد اليومين دول هتبقى يومين مهمين جداً خاصة بأمور المال لأخص لأن أصلاً أيضاً الأسد زي ما هو متواجد في المريخ فالأسد هيبقى ليه تحركين الأمر والمريخ التلاتة يوم دول إيه بقى الدنيا فيهم هتلاقى الأمور في وضحة وضحة صورة كبيرة جداً خاصة بمصار مالي انت كنت بتسعى إليه أو مصار مالي انت ليك حق فيه إذا كان مثلاً مصار مالي ليك حق فيه خاصة مثلاً لو ليك مثلاً فلوس مستحقة مرتب من حق التاخده حاجات زي كده هتلاقى الأمور بدأت يعني التسليط والضق للأمر في خلال الفترة هيبقى على الحتة دي بالأخص طبعاً أساساً الشمس أيضاً ساعداك الشمس هنا في تواجدها على العقرب مساعداك اللي انت لأ بتجري وراء حقك بالأخص الحقوق المالية طب لو حق ليك يعني مثلاً مش حق حق ليك مثلاً ده بتكلمها بالنسبة للعمل طب لو مثلاً ليك حقوق لسه ما خدت حق ما خدتهاش بقي فلوس مثلاً بقي دين فلوس معلقة عند حد هتلاقى الأمور دي هتبدأ تسخن أيضاً اليومين القادمين هتبقى في صفك لكن هتبقى صفك عن طريق اللي انت لازم تخش بقلب جامد في هذه الأمور قلب جامد اللي يخليك تاخد قرارات صارمة قلب جامد اللي انت تخش في مراحل انت ما كنتش متعود عليها لذلك قلب جامد ده ده اللي انت هتحتاجه في أخذ حقك اليومين القادمين الخاصين بأي أمور مالية أيضاً في الأمور التجارية وارد جداً في خلال الفترة اللي انت هتحاول تبص إزاي تغير مصار المالي بتاعك ليبقى فيه أمان لمدة طويلة هتلاقى نفسك فيه أفكار هتبدأ تطلع على الترابيزة اللي انت عايز تغير من شيء خاصة بالأمور المالية في التجارة أو أموراً أخرى خاصة اللي انت بتعزيز أو تغيير المصلحة التجارية أو المنشآت التجارية بتاعتك اللي انت تبص لأمور ربحية أكتر بتعادلات جزرية طيب ده في الأمور دي طيب التحرك التالت بقى للأمر لوم آخر يومين في خلال الفترة يوم 24 و25 24 و25 هتبقى تواجد الأمر على برج العزراء تواجد الأمر على العزراء ده بيخليكم يا سرطان في خلال الفترة هتبدأ تهتم بحلقة التواصل اللي ما بينك وما بين الأقارب وما بين الأخوات بالأخص الأخوات هيتلاقي في أعداد مهمة جداً مع الناس المقربين اللي انت تخلص حاجات كتيرة كانت مش متزبطة أو تزبيط حاجات اللي انت عايز تعلي الأمور أكتر بالنسبة لعلاقاتك مع الأقارب أو مع الأخوات في خلال اليومين دول فإيه ممكن أيضاً يقابلك في خلال اليومين دول عمليات البيع والشراء في خلال الفترة دي في خلال يوم 24 و25 في أمور البيع والشراء ورد جداً هتبقى طاقات جميلة طيب التحذير اللي هيقابلكم في اليومين دول إيه؟ يوم 25 هيبقى تراجع لعطارت طيب تراجع لعطارت ده هيبدأ يخليك تعمل إيه؟ تراجع عطارت ده هيخليك في أمور العمل تبدأ تركز إن حاول توقف أي أجراءات ممكن تحدث هذين اليومين أي تغييرات في فترة التراجع يوم هتبدأ من يوم 25 خلي بالك حاول توقف أي أمور لخطوات جدية لذلك التحذيرات في اليومين دول اللي انت لازم بأقصى ما يمكن خلي الأمور مستقرة زي ما هي تاني يوم بالأخص 25 بداية من يوم 25 لمدة كام يوم وده أيضا اللي هنتابع معاه في الفيديوهات القادمة من يوم 25 خلي بالكوا من أي قرارات خاصة بالعمل حاولوا بأقصى ما يمكن ما تدخلوش في حاجة جديدة بلاش المخطرة بلاش الأمور المخطرة اليومين دول بداية من يوم 25 بلاش المخطرة يا سرطان في الحيط تانية آخر حاجة بقى بالنسبة لأمور الصحية ايضا بالتأثير التراجع من يوم 25 هيبقى التحذير البسيط ان انت لا تهاون مع اي حاجة تحدث معك في الصحة في خلال هذه اليومين لو انت اساسا بتاخد قدوية وظف جدا في الايام دي تحاول يعني ما تلشي الاهمال في الصحة لان التراجع هيبقى في تراجع على الصحة حتى من الكلمة بينا تراجع فتراجع معناها تراجع صحي وتراجع عملي في المالي في الخلال اليومين دول لذلك انا بقول لكم من يوم 25 بالنسبة للصحة خلي فيه اهتمام قوي ما تعديش اي حاجة ممكن تقابلك بالنسبة للامور اه العمل حاولوا اللي انتو متاخدوش الكرارات بالسرعة بلاش التصرع بلاش عقود بلاش الحاجات دي بالاخص من يوم 25 وبواجه عام تفقلوا بالخير تجدوه دي اهم النصيحة اللي انا دايما بقولها لكم يا موليد برج السرطان وان شاء الله الخير هيبقى من نصبكم وبكده هيبقى وصلنا لمنية حلقة النهاردة اتمنى اتنال اعجاب حضراتكم وما تنسوش الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومع السلام